وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا زميل توني مزرعاني توني تفضل مساء الخير روبا إذن مشاهدين ما هي أبرز النقاط التي تضمنها مرشوع القانون الذي بموجبه سيتم ضبط أنشطة الوكلاء الإقليميين لإيران أولا منح الكونغرس صلحية التحقق من وجود استراتيجية فعالة وطويلة الأمد مع إيران وذلك من خلال وقف إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي وفرد مراجعة الكونغرس لبنود أي اتفاق محتمل مع إيران من خلال طرح الاتفاق كمعاهدة تتطلب إقرار مجلس الشيوخ كما يحد المشروع من صلحية الرئيس الأمريكي رفع العقوبات ويدعو إلى تصويت الكونغرس رسميا على هذا الرفع قبل إقراره وينص المشروع على معاقبة من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليسية أو يتعاونون مع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لإيران كما سيؤدي مشروع القانون إلى إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على لائحة الإرهاب مع الحرس على منع رفعهم من اللائحة الإرهابية من دون موافقة الكونغرس كما يلزم الخارجية الأمريكية إصدار تبرير مفصل يعرض ما إذا كانت مجموعات مثل كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وسرايا خارستاني ومنظمة بدر يمكن أن يتم إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية أو فرد عقوبات مرتبطة بقانون قيصر عليها كما يتضمن المشروع نشر لائحة سنوية للمجموعات المسلحة والميليشيات في العراق التي تتلقى دعما لوجستيا أو عسكريا أو ماديا من الحرس الثوري الإيراني فضلا عن تقرير حول شحنة الأسلحة الإيرانية إلى الحثيين والميليشيات المدعومة من إيران وهي طبعا في العراق وسوريا ويتطلب المشروع من وزارتي الخارجية والخزانة إصدار تقرير يقيم فرد عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين إيرانيين بمن فيهم المرشد الإيراني علي خامينئي يضاف إلى ذلك تقرير علني يفصل ثروة المرشد الإيراني وأفراد عائلته مع تحديد الموارد التي أتت من أنشطة غير شرعية أو متعلقة بالفساد كما يتطلب المشروع تقرير حول فرد عقوبات على الوزراء وقادة الحرس الثوري ورؤساء السجون الإيرانية هذا كل شيء ربا عودة لك شكرا لك توني شكرا لك